موسيقى 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 أنا مجوجة عندي المرأة ما أريد أن أضربها المرأة والراجل بحل بحل لا أريد أن أتعلم فيها أريد أن أكون أتفاهمها بالمودة و بالرحمة شهدت بنبارات حزينة وأترافات مفقود فيها الثقة من عند النساء تعرضوا للعنف من أقرب الناس لهم موسيقى 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 عنف ضد النساء مجرم في القانون لكن وش يطور المشامع؟ خلق لنا أنواع جديدة من العنف العنف الجسادي، النفسي، الاقتصادي، عنف السياسي كل يوم تنادينا التكلم عن العنف آخر جديد هو الأفرق لأن النساء التي لديهم جرأة يتقدمون بشكايات بخصص أنواع العنف التي يتعرضون لها فقدان فيقى من طرف النساء عاشوا العنف وضوقوا الظلم من طرف شركائهم نقاش قانوني حول مكتسبة الحركة النسائية ورفتان جميع أنواع العنف ممارسة ضد المرأة وشنو هي الصعوبات القانونية التي يلقوها العيالات المعنسات أثناء الحجر الصحي ومشاهد حقيقية حصلنا عليها في تحقيقنا كلها أحدث وأخرى موثيرة ستشوفها معنا في حلقة جديدة من برنامجكم طابو العنف ضد النساء، ضريبة والصم كنت تعرفي وكنت سكشي كيف يمدير بقلبك وكنت سكشي بتاريخ 14 ماي 2019 نشرة وزارة التضامن والمساوة والتنمية الاجتماعية البحث الثاني حاول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب واللي كان الهدف منه توفر إحصائية جديدة كتخص العنف ضد النساء وأيضا التعرف بالعنف وفق للقانون 133 البحث الثاني أعطانا أرقام وإحصائية العنف اللي كانت فيها نساب متفاوتة في كل من المجالين الحضاري والقاروي بحيث نسبة العنف في المجال الحضاري وصلات الـ 55.8% والقاروي الـ 51.6% وكانت أعلى نسبة العنف ضد النساء بجهة الدار البيضاء بنسبة 71.1% الإحصائيات فرضا تعلينا نعرفه لكم أنواع العنف كل واحد على حدة العنف الجسدي هو كل شخص مدى عليك يديه أو ضربك أو خلافك أمارات الضرب سواء في الشارع أو في البيت العنف الاقتصادي هو كل واحد ما خلصكش في الأجرة ديالك بعد أداء العمل ديالك أو زوجك تمنى يصرف عليك وهذا الشي سبب لك واحد الضرر مادي وبالتالي ما كيكونوش عندك الفلوس العنف النفسي هو كل واحد بتسل عليك بكلمة خيبة أو جريحة هددك أو فرض عليك تديه شي حاجة أنتي ما ملزومش بها أو هملك الشي اللي مصب كرامتك وحريتك وحرمك رحت البال وصبحت خايفة ومرعوبة العنف الجنسي هو كل شخص فرض عليك ممارسة جنسية غير رضائية وستعملك لربح مادي من خلال ممارسة جنسية متعددة وخلا فيك أمارة التعذيب الجنسي أثناء الممارسة تعريفة العنف جعلتنا نخرج للشاريع لجسنبض المواطنين بخصوص العنف ضد النساء إلا أن بعض الأجوبة كانت صادمة شيء اللي جعلنا مندو زهاش وكسفينا فقط بالرسائل التوعوية للمواطنين ضد العنف هي المرأة شركة ديال الحقيقة ديال كل شيء ديال الإنسان ديال أي ويمن يتخلق الدنيا شركة ديال الحقيقة كنت ديال مع الراجل هي المرأة والراجل بحل بحل الله اللي يخلق منها سبحانه وتعالى ما عدا ما أخصوش يكون يتعنف معها والعنف ما أخدمش ما أصلي إنسان يكون يتفاهمها بالتي هي أحسن بالموضة والرحمة أمو العنف ما كيسر لو قل العنف رأي ما أكلها إلا لو مرأة يديك لأخرين الكوب اللي معنا في الحلقات جربتهم بختلفة بالنسبة للعنف بحيث أمينة زوجة معنفة منطارة في شركة حياتها والمهدي زوج كي يضرب مرته على أتفه الأسباب المشكلة ديلي معنف زوجة ديلي ما أقدمش هلك المشكلة اللي كي محني وأنه ما كتبالي أنا ما كتتسمرش لي أنا معلو أحد السين اللي أولفت بالعائلة ديالي أنا المراي اللي كتسمع له هي الضرار الراجل أو الكلمة اللي أولى وأي رد منه ما كيكونش هوه داك ما كيعجبني لم أكن تحكي مش فراصية أي كلمة تقدر تقول لي ما أكن تقبلها شمانا السبج دياري لأنك يضربني ما عرفش شو السبب ألوان ولا أتفه حاجة أقدر لله كن ضربها و أخرى كن مكيش دميلة حالة عني نضربها حقاش أنا أصلا نضرب تبغين تلي يضربك؟ لا ولش أنت كتضرب علش كتما يديدك على حكا جاتك ضعيفة قدر حقرتي على هذا المعنى؟ مركب مماك أنا مش قديش مش قديش الحقرة أنا كدر قررتي بحالك كدر قررتي أنا شعصة بطرق صريحات الحالة بجوج جعلتنا نطرحو سؤال على الطبيبة النفسية إيمان قنديلي شنو هي أسباب العنف و شنو هي درجاته؟ الابيولنس عندها درجات كان تعريفات كثيرة كان العنف اللي هو غير إراضي كان عنده علاقات بمرض نفسي اللي هو فصام و ليس حاجة واحد تكون مريض و تكون بحال سنقوله خارج قوة العقلية و تكون عنيف هديك حاجة و ليس حاجة واحدة تكون عنيف عن حاش عنده الترابات في شخصية دياله و الترابات العصبية و العزيز عليه يفرد واحد واحد لبوفوار على الآخر تكون مرأة و لا الطفل و يكون عنيف فهذاك تورا مرد رابات في شخصية دياله كبيرة تكون هاداك و العنف عنده درجات فراد تقدر يمشي من العنف العنف رفي بزاك فيه العنف المعناوي كانو لا ابسك بالهم و كال كلمات كال كلمات كالكالي مصدف الحاجات اللي تقدر جرح و عاد كال العنف وهو الذاتي اللي تنضربوا و اللي تنضربوا و اللي تنفرون حق الواحد و اللي تندرولو اللي تالقوه بزاك في النساء ولا ضدر الأطفال بعد مرهات الواحد فاش يكبر في واحدiele و فاحد العائلة و ذاك ما فيها العنف كتير تقولي العنف دخل في قصة العائلة و لدخل بحالة تورت فش يكون عندنا عب عنيف اللي كانت يضرب الأم دينا وتنجي ونجوجه فش يضربنا رجلنا متنجي لنا شي حاجة اللي هي غريبة ومني جيت كدل أفكار ومني مشتش باكي عنا في ممك ولا أخوك يعنا في أختك ولا ولا خالكي عنا في مرتولة لين غا تجي كدل فكرة دينا أن الراجل هو اللي خاصته تكون عنده الكلمة الفوق والمرأة مهمية تكون لدي حسودكش أنا بحرك انت بحرك أنا بحرك بطبيعة الحال مخافش نهار لا ما درب ما يشي ضربة واعي راضي زي عما يمكننا غايدة تغير هو عادة بزاة تفاقم كتر شوك أود دينا حالة أولف درب حقاش متى تتقبلها المرة الأولى ولا المرة الثانية هي فش تكتر ديك نموذج ديال الرجال اللي تي قولوا بنا أنا عند ضرب مرتاح حقاش متى تتسنتش لهدراتي لي من شكون هدراتي له هو شكون هو نراجل ديما عنده الرأي والصور كتناقش مع المرافعهم ولكن إلا كان كما كيقولك المثال المغربي اسمع للمرة واسمع للمرة وكما تديرش برأي دياله مسكين قتش يا أنا بحقيقة قفت على قبلك اليوم بواحد اللي تيقولك لا رأي المرة ستأكل مرة مرة بشي حواج متى تسمعش هدرتي هذا مربما ما عنده تعالج المهدي عنف مرته أكتر من مرة الشيء اللي جعله يحس أنه ماشي إنسان طبيعي هاد شي اللي خلاه يطلب العلاج النفسي أما أمينة طلبها العلاج النفسي نابع من معاناتها مع العنف اللي ضاقته من عن شريك حياته ستبليجي ما بغش نقعيش اللي هي شهاد بغش نبدل من راسي وبغش نتخلص من الرواسيب اللي فيهم وبغش نرجع أولي نولي إنسان زيان مع مرتي وربي أولادي شاء أنا بكحلي بحال الناس ونقولي أنت مالك نفسي بشي حوي حتبع للمرة كيجيني بحل نهياء العصابي مليكي نربني كيجيني نهياء العصابي كان عواز وكانت تقلب حالا حي الزوجي يتقلب لشي حلابة دي المولاكة مالك يقول ليش هو يضربني وأنا من نربعه تقلب عندما من الددل لشي تسانو تقلبني وكان شي تغير الحمد لله كان القراسي أنا كانت تحسين شنو التحسين أنا بجيت كانت مالك مشي بحال من نول بدك شي بدك يخف بدك شي لشي أنا هنهي ندرع يعني بدك يبلك الفرق ما بين أنك ما تشتش المرات متى لك هتدير لها بحال أبجيت لوحة بدك يبلك الفرق طبيعة الحال بدك تفهم لأن المراكة هي المستقيم طبيعة الحال أنا لا أعلم لم أكن أفهمت الحويجات أو كنت أحاول أن هنا إنسان تساوي حقاش كما يقول لك إنه شيء ضد الفرط ضد الفرط أنا مصافق معك أنا لا أريد أن نضرب المرأة بزيف الحويجات الحمد لله الحمد لله لم أكن يأتي كنهيار كيف تتعاملي مع الأمور عودي لي هذه الفترة مهمة لا، ما قلت أن أخذ دوة ديالي الحمد لله كان معاس كانت بشكلية الشهية ورجعت شوية تدريجياً والأمور الحمد لله هل زوجي ديالك ما يجيش يتعالج معك؟ لا، قالك هو ما مرأتش وهذا الشيء يدعي ما قالك معنا ما تقولش لي الطبيب باسي الطبيب سريلي هنتي أنا ما تدويش بايلة وكان بغايا واش اللي بغوا هو الحصاق تخنى عليك بالله دعا بكل صراحة بينك وبين ضمارك واش تبغي أنت شي واحد يضربك أجي أخوين عكسوا الآية ولا ضرباتك هي باش غاتحسنت مالش نتقبل ماش تقبل كش الراجل ديما كيبقى خرحش وراءت المرأة ديما كسبقى مرا روش انتو ما منيك تقولوا المرأة كسبقى مراة صحبية قال من راجل رايب حاله بحاله بقى كسبغي راجلك مرأة كنكرهو ومرأة مرأة كيكونوا معايا مزيان مليكي بريدر منيسا فيك نكره مرأة كسبقى مرأة كسبقى مرأة كسبقى مرأة كسبقى ما كي عنفك جينسية إلا كي عنفك غيب فلعصة كي عنفك لا، المرأة التي تتعنف لا تتعنف بسيطين فيكتين سيطين فيكتين، نحن متفقين، سيطين فيكتين هي ضحية ولكن هي ضحية قبلها تتكون ضحية نحن انتقلنا الجمعية المساوات والمواطنة وتصويرنا تزامن مع اجتماع توعوي عقدة وبشرى مديرة الجمعية لمناقشة أنواع العنف وما كان علينا إلا تصويره باش تعمل فائدة للجميع موسيقى تحية مسائل كل أخوة الحاضرات اليوم بالطبع بالمناسبة اليوم العالمي للمواطنة تنقى عدة القناة ولكن اليوم مجمونا أنزلت في المشويع للعنف التي تتمرس على النساء وخاصة أن مركز الاستماع بين تحدي المساوات والمواطنة يستقبل بشكل يومي النساء في وضعيات صحبة كما تتعرفون أن العنف هو ظاهرة التي تنتفش في المجتمع ولا آذان صغيرة لهم وهذا هو مشكلة لأن العنف مبقاش فقط هو عنف جنسي كان عنف قانوني واليوم نتكلم عن العنف آخر جديد هو البنف الرقمي والذي أخطر والذي يمكن أن ندير لنا فيه هذه الحملة منذ 2019 إلى يومين هذا اللي بان بالموز داخل المجتمع أن الفتيات والنساء والذي يتعرفون لي ولكن مقادرين يبوح ومقادرين يكسلوا جدار الصمت على هذا العنف الرقمي نحن نعني بالعنف الرقمي وماذا يمكن إجراءات التي تتعرف على المرأة في الوقت التي تتعرف العنف الرقمي نحن نتكلم عن العنف الرقمي معين منصات التواصل الاجتماعي بحل فيسبوك، إستغرام، سنابشاط يعني مجموعة من التطبيقات ومن منصات التواصل الاجتماعي اللي كيتم من خلالها تعيق نساء والفتيات للوقت اللي كتتعرف أي وحدة المضايقات أولى العنف أولى التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن لما باللغات هي والفراء الأخرى يمكنك تعرف أن هناك وحدة العنف فارض راسه بقوة داخل المجتمع معنى أن أي وحدة في ناس عرضة العنف خصص باللغة أول خطوة يمكنك تنكي زوج أشخاص يعني يمكنك يخفاف شوية ثاني حاجة تضاري وضع شكاية كنا مجموعة من القوانين اليوم اللي كتجرم فعل ذلك العنف الرقمي يعني يكفي فقط أنها تضع شكاية ديارة وتكون متابعة اللي تقدر يحمي اليوم النساء من العنف الرقمي هو القانون 113 وقانون الجنائي القانون 113 جاء بعض الفوصول فيه بشكل دقيق هذه المشكلة للعنف الرقمي وكذلك هي العقوبات التي يأخذ المعتادي فلوق التي يتمارس هذا العنف وجد دقيق لا يوجد قراءات متعددة في العقوبات وكذلك في المبدأ الحبسية وكذلك في المعتادي أولا أنه تدد العقوبة السجنية بين شرم وست شرم ولكن لما نستحرش الجنسية عن طريق رسائل مكتوبة استضغل أسماسر أسماسر عن طريق تلفونتكم لوصلت شريسة لمكتوبة توافيع العقاب بدون رضائية وبدون موافقة وكيف في الوقت التي يأخذ العدم الموافقة وفيه التحرش وفيه الإحاقات الجنسية ويمكن يبدأ يستغل صور ديالي ولا يبدأ يستغل الفيديوهات التاعية من أجل شوية ومن أجل المس بالسمعة هناك كان العقاب كذلك في الوقت التي تريد استفتلك مثلا الأوديوهات هم مرفوضين تريد أن يأخذلك ميساج أوديو استفتركيه إما عبر الميسانجة أو الواتساب هم فيهم العقوبة بالإضافة إلى ذلك وهو أن ولدك لأن كانت أي حاجة مثلا كانت تضع صورتك في الفيسبوك أو تضع بعض الفيديوهات في الفيسبوك وهو يستغلهم لك من أجل تشعر بك ثم فيه العقوبة إذاً هذا العرف ولا لا يبدو عادي ولا يمكن أن نقبله ولا قانون وكذلك هو جريمة لخاصة النساء لا يبقى يسكتون لأن اليوم يسكتون يسكتون وأكيد لا يمكن أن نهر صورتك أو فيديو ولكن في عرس ولكن في أي مكان لا يمكن أن أخرج تهر بي لاحقنا عن طريق على صفحات المناصر التواصل الاجتماعي لا يمكن أن أقول لأمهات أن أطفال لهم من خلال الهواجب لهم كان الأب الإلكترونية للمجسد للطفل وأم المطلق يقول لك ويقول لك تعجلوا بي كل مرة ما يفعلوا ويقول لك للمقابل هذا العالم الذي تقردك الطفل يربحهم الفلوس والدري يقول لأمه يروي الله معي يعني يربح الفلوس من الدريجور من الأم لا تتسأل كيف يجعو ذلك الفلوس الإجتماع التوعاوي تمحور حول العنف الرقمي ضد النساء شيء اللي جعلنا نسوله بشرة واش العنف الرقمي جديد؟ إلا أن الأستدلوبنا صغيري محامية بها يقدر البيضاء غادي توضح لنا العنف الرقمي واشنو هي الحالات اللي طعم بها المشرع المغربي القانون الرقمي العنف الرقمي هو ماشي جديد هو قديم يمكن من اللي بدأت من اللي بدأت نستعملوا التكنولوجيا الحادثة هو قديم من اللي بدأت نقولوا عندنا صفحات في المنصة التواصل الجماعية هو قديم ولكن النساء باقي المقادرين يبوحوا كذلك بحالة نتكلموا على الارتصاب الزوجي نفس الشيء بالنسبة للعنف الرقمي وأنا عندي صفحة في الفيسبوك عندي ميسانجاغة يدخلوا لي واحدين يمارسوا عليه التحرش و يكتبوا لي الكلام الساقط و يرسلوا لي يصوروا بإباحية أو فيديوهات إباحية ولكن أنا شنو سنتم بلوكي و صفي سليس مع هذا المعتادي ولكن اللي كان خاصة ندير هو أنني هذا المعتادي نمشي ندير بشكاية عند السرطة من أجل المتابعة دياله لأنه أنا أريد أن يمارسوا عليه هذه الممارسة و أريد أن يمارسوا على مئات ديال النساء ولكن بغض النظر عن السن ديالهم وهذا الخطير في الأمر هو أن هذا العنف الرقمي هو تمشي تل القاصيرات نحن نمشي للعنف الرقمي حالياً لعانات منه عانوا منه النساء لمدة سنين و حالياً القانون الجنائي من خلال الفصول دياله تناول مجموعة ديال مجموعة ديال الحالات ديال العنف الرقمي اللي يرتب عليها الجزاء اللي كان طالق مست شهر حتى الثلاث سنوات و كان مشرع أنه كان حكيم بحيث أنه أعطانا الحالات اللي من خلال نقصنا نتبته هاد العنف الرقمي هذا مثلاً التقاط تسجيل بات تسجيل أقوال بدون موافقة هديك المرأة أولا مثلاً صنع و تركيبة ديال الأقوال أو تركيبة الصورة. او مثلا كنهزو الصورة لوجه ديك البنت والصيدة وكنحطوه في جسد ما. او كنستغلوه مثلا وهنا هذا البند الثالث. كنستغلو هذك التركيبة وهذك الأقوال تشعير بها في المساس بسلامتها بطبيعة الحالة الجسدية النفسية صمعتها وشرفها. هنا مجموعة ديال الفوصول للمشرع المغربي نص عليهم بواحد شكل دقيق ورتب الجزاء كنت قلت لك جزاء اللي كيرتافع عند توبط كل فعل. وبحيث انو كتلك كين طالق من ستشهر كيوصل حتى لثلاث سنوات وغارة ماليكة تكون من الفين درهم وكتوصل لعشرين الف درهم. سيدة التي تمارس على العنف الرقبي كين قانون مية وثلاثة تلتاشة التي تحميها. كين فوصول واضحة في هذا الأمر. أي أنها بفوصول وبعقوبات زجرية واضحة هذا المهم. كذلك أنا سيدة في الوقت التي تمارس على العنف الرقمي كين ممكن توضع الشكاية ديالها عن طريق ضابطة القضائية. ممكن كذلك كين الخلايا ديال العنف الرقمي. ممكن كذلك تدير الشكاية عن طريق وكلمالك. وكذلك ممكن أنها تكون عندها لأنها عند الدليل قاطع. عند الدليل ملموس. لأنها عن طريق المفوض القضائي ممكن تفرغ الهاتف ديالها. ممكن تفرغ الحاسوب ديالها. من ذلك شين تتوصل به. إما صوار ولا فيديوهات ولا كلام إباحي ولا أوديوهات. إذن هذا كله ممكن تفرغ بالاسم ديال هذا السيد اللي صيفت لها. يا إما إيكس ولا إيغغي وهذا. وممكن هذا الدليل يكون قاطع من أجل متابعة الجانب. وهنا تكون عندها سهولة للإثبات العنف الممارس عليها. قانون الجنائي لأنه يدخل المشغرية باش يضرب على اليد على لا اقتراف فعل. أو للمتناع عن القيام بفعل. اللي كي يضرب واحد الشخص آخر. إذن هناك تكون كي يكون القضاء الزجري والقانون الزجري. اللي كي أطرر بطبيعة الحال القانون الجنائي والمسطرة الجنائية. وبالتالي فكيف قلت القانون الجنائي. القانون 133 جاب لنا التعريفات ديال العنف. كي قلت. العنف الجسادي. العنف الجنسي. العنف النفسي. العنف الاقتصادي. هذي في حدا ترى واحد المكسب كبير. اللي القانون الجنائي صهر على التضمين في الفوصول اللي كتعلق بالعنف. في البند المتعلق بالمس بسلامة الأشخاص. المشرع المغربي صهر أنه ينقح القانون الجنائي ويضمن لكل فصل الفصل. ولو عن طريق عن طريق عوارض. نفس الفصل كتولي عنده مثلا الفصل 444 1 444 جوج. فمتي مجموعة ديال العوارض اللي اللي تم الإقحام فيها ديال هاد ديال هاد ديال هاد تسعديلات اللي للمسات القضية العنف. رابعة حلموا عن نفا. إلا انها هكا تعاني من جوج ديال أنواع ديال العنف. وقصتها اللي غاد ينسمعوها ما هي إلا معاناة نابعة من واقع أليم قصاته في صند. هو ما عندوش تويشي حدمة. كي ترغي تفراشها. ما اللي قلقا لها لها راسوتين وقلنا نحاول العنف. وقلنا نحس. وقلنا نحس وقلنا نحس في معاناة نحس في وقتها ما في العطار كي تقول ووحدة والي أجوش عادي كي ما ترغي تفرج. كي يقول لي واكا تعطاني ذك او 100 درهم في الشارع وما 200 درهم وتعطاني مزيان كاي تلت 3 مئا قلنا نحسك معاناة نحسك معاناة نحسك معاناة. جين أحسك معاناة يتعاوني خصنينا كل عصا أولادنا في العيد ما كيتكساوش في الدخول من دراسة ما كيتكساوش أنا اللي بحملها بسؤولي لي لكل شي منذ كل الناس اللي خدامة عندهم كيبدو يعاونوني شوية كيعتوني لي هولي حواج كيعتوني يقولي بحق كنت أفعني شمية درهم ولا ميتين درهم زيدة في الخلاص تقولي يا ريش تعاوني يعني هو ما كيعاونش كل عصا أنا قلت لك كي ضربني في وجهي كي يسترفقني في هات الجهة ويعود يسترفقني في جهة أخر انتفني من شعري لرشت شعري مشي تقطعته بحل الولد عمري مقترحت شعري تأتن تفولي بقاش قدرت المشطو مشي تقطعته بحل الولد خليته بحل الولد صافي و كنتي حاملة عارتين قالت هزني من رجلي وتقلع معي برجلون حيشك القاعد بس في راسي محقورة ما سويتي شي حاجة كنت أقولي أنا ما عيشش في الدنيا يعني ما كانش أخوتي اللي غايجوا يدفعوا علي والدية ما في حالها مشوهوا في العربية ما سيعرفوا ما قدرواش يرفكون يسبش حاجة يعني بقيت أنا مني لي هو وهو استغلتك النقطة الدعفة ديالي إننا ما كانش لغايدة فعلية ما كانش فيها نغنم شي كنت نوكل عصا وكان عسكدا كنت نتفقها سوكنادا وممتقبلاش ذاك الوضع اللي أنا فيه 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 وخرجتي في واحد من السيسة ومني مشيت قايت كنت أرتاح هذا الشي لقاو عندي سارة بان مرلعة سحية ديها مشيت فتحت حييتها وكان فاتحة وكان خنص في الكرة أنا خدشي أنت ما زال مزوجة بيه آه ما زال مزوجة بيه كساحة أنا فاتحة وخرجت ما كملت شهرين ومورة العملية ومشيت كان خدمة باش نخنص الكرة ونصقف على ويهزل كفا بحلقة المكاس وجيبة في المخطرات كشي وأمرت رطرة نطور لها ومعلك فتحة جادة منها ومعلك فتحة جادة منها وفي العراق يكن نسا قليل يدارت لك جورة تقول عراق كشبه يفقى إيدك تصوتي ما بأخرش ليه ما عملني يعقلت علي تقدر لما بعده ولجابين ومشي حاجة يرفات المرأس عدقوا وحد للخمسين درهم سيمانة والعلاج والسيمانات والتلمية الدرهم كيف يصاب رأسهم حتى ما بطاك النساء المستفيدات من خدمات الجمعية تحدي المساوة والمواطنة هم نساء ممكن نقول له ان اتعاني من شكل واحد من العنف وينحده وحده تتعاني جهو ثلاثة من اشكال العنف وحده تتعاني من ربعه وحده تتعاني من واحد كيهو او كيفاش ولكن اللي يمكن نقوله ان شهنه هم هذ اشكال العنف التي تتعاني من النساء الوفيدة شهنه هم كان العنف الجسدي في الوقت أن تأتيك مرة كلها عندها اثار عنف بادي على جسد ديل ها اللي تعطر عليها اوتوماتيكيا على اللي نفسيه ديل ها إذن هنا أولينا سنتكلموا على جوش الأشكال دي العنف الجسدي والعنف النفسي باش تجي عندك وتقول لك أنا رجلي ما تنفقش عليها ما تيخلش لي يتصير تنموت بالجوع فلوسوي بكل ما عرف نشت في مين تيمشيو إذن هذا العنف اقتصادي اللي تيأطر عليها كذلك نفسيا إذن هنا العنف النفسي العنف النفسي ما تيبقاش يأطر عليها هي بوحداتي ولا يتيأطر عليها أطفال دياله وهنا سنتكلموا على كل مكونات الأسرة اللي ولتها تتعاني من ذاك العنف النفسي اللي تتعرض لي عن طريق عدم أداء النفاقة ذاك الزوج باش نتكلمه كذلك على العنف الجنسي يا إما اقتصاب جماعي ولا فرضي خارج بيت زوجية ولا داخل بيت زوجية كذلك الاقتصاب الزوجي للنساء ما تيبوحوش به النساء باقين تعتبروها طابو رابع عيات ما تصبر العنف رجلها الممارس عليها وهذا هو السبب الحقيقي اللي جعلها تقول باركة عليا وتلتج الجمعية التحدي المساوطة والموطنة لمعرفة حقوقها وبالمرة غالي نعرف شنه هي المراحل اللي كيدوز منها ضحايا العنف في الجمعية اللي خلالي نقول باركة عليا هو من اللي شتوق منافع نتبشي حاجة وأنا كنا كل عصا ولا دي كي يأكله العصا وما كانش اللي كيف يفقني لجيرا نتجي حاجة يعني كم قانت قاتلونا وهي تيزقى عليا بوحدة هنا الضرب والسببان والجاحين مني مع ما أنا ما جاء بلي شي حاجة اللي فرحت بيها ولا تشيت قفاها هكا والزوجة وحطت علي وحليتتها أنا ومجبتها وحطيه دكشي وفرحتي قلت راجلي جاء بلي في 2017 السباب مشات أستراجع مشات للجمعية قلت قل المدراسة قلت بالولد ديالي قلت لي المدراها عانف بزاف وقبيح ومكيقاش وهذا هم يعطاوا العنوان وجابوه لعددهم قلت قلت شوف الطبيبة أخصائي نفسانية شوية قلت لي خاص ما ما قلت جي مشيت لعدهم هي ديك بقيت كن مشي عندنكو مرة 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 قلت شوف الطبيبة قلت سوهوني علي شنو المشكيل بقيت معاهم يعني ملي عاوتت لي ها قلت لي وش ما عمرك فكرت تطلقت لي را فكرت ومشيت بوحدة دارت دعوة وما حضرت شو واحد لجلسة ما رفضوا لي قلت لي ولا فكتي مقتان عاوه وزعماء انتي مقتان عاوه وبغي يتطلقيت تتفكري ويجي عندنا عندنا أول حاجة بعدها ندروا استماع استماع تكون من متخصص متخصص هي إما المستمعة ولا المساعدة الاجتماعية في الوقت اللي تنسمع القضية دي السيدة تبلينا عشن الحويجات اللي ممكن نقدمه احنا يا تاني شيء اللي تنقوموا به واللي احنا في بعض الأحيان احنا اللي تنحدوه هو الدعم نفسي لأن اللي جات سيدة نفسيتها مهزوزة يأسة رفضة كل شيء تتبكي خيفة إلى آخرين خاصة ضروري الدعم نفسي أننا نتعطي النصيحة القانونية توجي هذا القانون اشنو تقول في القضية ديالك تنشرحوه لكن في قانون الأوسطة تنشرحوه لكن في قانون الجنائي تنشرحو لكن في قانون 13 تنشرحوه سيطاديك خاصة تفهم اشنو اللي غتستفد منه اشنو ما غتستفدش منه هذه الثالثة ارابعا هي في بعض الأحيان ما تكونش عندها عنف ما تكونش عندها عنف اللي خاصة تمشي المحاكم مثلا عندها مشكلة النافقة عندها مشكلة سب والشتم عندها مشكلة عدم الاهتمام إلى آخرين هنا تبلينا احنا لا داعي مشي المحاكم يمكن خاصة ندخله في وساطة وسرية لكانت انها بغيت مشي المحاكم وهي عندها ما بقاش ولا الباب مسدود بينه وبين ذاك الزوج هنا احنا النصيحة ديالنا والتوجيه القانوني ولكن في بعض الأحيان تناخده على عاتقنا بعض الملفات ولكن الملفات اللي تناخدهم هما من السيدات اللي أكثر هشاشة صديق ما عندهم مش إمكانيات ولا نديرها من أجل انهم حطوه كآداء في الرسوم القضائية طلق الضحية من رجلها كنراهين بشرط الزوج المعنف الشيء اللي غاديجي عنا نطرحه سؤال على شنه هي النيابة الشرعية في مدونات الأسرة موسيقى 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 mention موسيقى موسيقى لمتاقس به ك thickness موسيقى بردير� لأنني أتكبرت ببناء مدهوليش لي أنا دي رائع معاك ولكن قلت لي أن هل خرعت ولي حاطة ما يطلبوه يجيبوه لك أنت بيشتري إيش لك شي عجلي معانا طيبوش لك قدرت أدعوه في شهر ستا وتحكمت لي فرمي سنجل واحد باش يجي قانون تبي لكي نتغارات وذو تغارات انطلاقا من المعاناة عن نساء باش نتكلموا على قانون الأسراء على سبيل المثال باش نتكلموا على النيابة الشرعية تلقوا أن الفصل النيابة الشرعية يجبوا يتغير يجبوا يتعطى الحق كذلك للمرأة أنها تكون هي الولية على الأطفال لأن باش نجيوه في أول السنة في سبتمبر وتتكون عندي مشكلة للشقاق مع الزوج ديالي والتي يكون عندي طلاق مع الزوج ديالي وتنبغي نسجل ولدتي في مدرسة أخرى قريبا للسكان ديالي ولا قريبا للعمل ديالي تترفض لي أنني نغير مكان التمدرس ديال الأطفال ديالي إلا بإذن الطلاق إلا بإذن الزوج وأنا معها في الشقاق إذن هنا تتولي مفروض علينا وهنا الحركة النسائية تطالب باش تغير هاد الفصل إذن هادو كل ما طالب النسائية هي انطلاقاً من المعاناة اليومية لأن في الوقت يتنبغي نطالب قانون تنطالب دقارير مادية من الموسى انطلاقاً من المعاناة فتح هي الأخرى ووافدة للجمعية وقصتها مع العنف بما كانت شفوسباني بحيث اعتبرت وليديها البيولوجيين هما أكثر ناس عنفاً موسيقى 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 أنا تعرضت ليهم جميعاً من أول من ماليدي من لي أنا تزاديت أول عنف تباعي بعوني تاني عنفت عنف شو ما عندي الناس اللي مربيني هي جريبة دي البيني وبين خويا ولي كان كي يعنفني بزاف وبقات عندي هادك بهادك هي نخلاتني هادك العنف ولا خلاني مش خرجك للزنط كن كي ضربني دبع أنوية كنا غير مربين وأنا ما كنت عارفه هو عارف وحده كان حاجس هو بهادك بذلك طالقة اللي كان كي يعنف بها جهني خرج للزنط هربت من مدينة لمدينة آخر بتذلك المدينة بقوة ما كنتك ما خفت منه وكذلك العنف اللي كبر فيه ودي ما بقيش كان بشي ما أخويتها يقع وأنا عندي 13 عام كامت الاغتساط لذلك الحاجة بيننا غتخلش للزنط غتكوني عرضة دين أي حاجة عراقي الكتيرة كتواجه ضحايا العنف لبغاويت بتو العنف وما رسع لهم والتجاؤهم المساطر القانونية حسب تصريح فتيحهم تحضرت راسي وزيت حتوخها غامشي للبوريس ما غادش ينصفوني علش ما غادش ينصفوني بوريس وفين كنتي واش كنتي كديري تطلق وعليش لها بساعة كتدار ليك كي بدي أحكم على كالشخص مكي أحكمش عليك علش تعنفتي ولا علشها هادي كي بدي أصف فين درتي وفين مشيتي وكيفاش تدار ليك واش غامديرو لك حنا عنك شي شهود واش انتي غادة في الزنط راكين بزلت ناس كيتدابزوا في الزنط واشا غادي يمشي قلب على الشهود ما كي عارفوك ما والو هادي كتلقى يمشكي الكبير قاع في العنف كتبشي لكوني ساعة أنا تعنف سيري ديري سرتافيكا كتبشي شو بدي لسرتافيكا سيري واحد تخواجوه ولا كتبت جوغ باش غا توصل لك الـ سرتافيكا إما لي كتبدي لسرتافيكا تمشي إما سيري جي بالشهود ما غادي تبدي لسرتافيكا ما كي يجي يعني كتتعنفه وكتسكبشي بالطب احنا نقوله كين بعض المشاكيل في هذه الخلايا باش نتكلموا على الخلية ديال باش نتكلموا على الصحة نتكلموا على مجانية شهادة طبية لمشت المرأة احنا يا جات عندنا وقلنا لسيري المستشفى يمكن تقدر تخلص تأدي واجب شهادة ولكن لمشي يا صاحبنا احنا غا تكون مجانية وهنا المشكل اذا نخص كل مجانية شهادة طبية للجميع النساء المعنفات بالطبع تتنفد ولكن تتنفد حسب الشهادة الطبية والعجز ديال المعنفة لكن عندها ما فوق 21 يوم هنا خاص المتابعة دياله ولكن لو كانت اقل هنا ما تتكونش المتابعة بشكلها المفروض انها خاصة تكون لانه هنا دور الضابطة القضائية من اجل انها تستمع الطرف الاخر هو المعتدي وتقوم بتقصي الحقائق وبتتبع الملف لانه مهم جدا كيفاش انا مره موعنفة جات عندي المخفر وانا مغنتحركش من اجل ان انا يمشي نجمع للتمواء وللشهود داخل المنطقة ديالها وانا نمشي فعي المكان باش نشوف الدار واش مهرسه من دق دقاته تتجي عندي المره تتقول لك انا هرس الدار دق دقها هرس الموعن خاص الشرطة تجي لدار باش تعاين و تدير المحضر باش يغنف باش يقوي المحضر باش يقوي الملف ديال المعنفة اذا هنا غي ياخد هذا المعتادي الجزاء دياله ويمكن يكون الاعتقال كذلك باش تكون غشيخشي غشيخشي هنا كذلك خاص دور الضابطة القضائية انها تعتقله هي اللي تقوم بدور انها تقلب عليه ماشي تطلب من المعنفة انها فيما شافته تقول لي فيما شفتيه واتجي بلغينه كيفش فيما شفتيه قد بلغينه لقلت هالك انا مشيت انا نقلب عليه اذا رأى يمكن يمرس عليها نفس الممارسات اللي مرس عليها سابقا ويمكن يوصل القتل المرأة اللي معرضة للعنف والإيداء كيف يعقل انها هتقدر تكون هاربة ربما ما لبسها الشح تصندالتها في رجليها تحويجها وبتاليفها بمعنى ما عندهاش حتى فجيبها ربما ما عنداش فلوس وغا تمشي للسبيطار وغا يقول له اجي خلصي نتا نشوف انه بالنسبة للنساء او النساء اللي متعرضين للعنف اخصوهم يتتعثوا من الاداء في الصندوق ديال المستشفى العمومي فيما يتعلق بالحصول اللي شوهي طبية ديالهم كيفاش انه من بعد قانون ميوتة 13 عاد مبقيناش كان قدروا نلقاه في المستشفيات العمومية هادو خلايا ديال العنف اللي من الاولى انهم يكونوا مفروض لانه كيف قلنا المرامي كتتعرض للعنف او الاتجاه الوحيد اللي اللي كتلجأ ليه وهو المستشفى تقدر تمشي قاعدة مثلا الكوميسالية والمخفر الشرطة وتقولوا لو سيري جي بيش هادا طبية اذا كيفاش انا غتمشي للمستشفى العمومي اللي غتتستقبلها ما غتلقاش مساعدة الاجتماعية اللي غتتسمع ليها وتاخد بيدها وربما تدخل مع ذاك المستشفى وتقلب معه على ذاك الطبيب المداوم اللي يخلص يجلس وربما بحضور المساعدة الاجتماعية يحاين هاداك الاضرار اللي ربما ان هاداك السيدة ويهي في حالة الرهاب اللي هي فيه تقدر ما تقدرش توري ذاك الطبيب انا من ذرقه هنا او ربما في مناطق حميمية ديالها رما بحضور المساعدات الشمعية ستقدر تكون عندها جرأة أكثر أو للمساعدة تقوم بالدور ديالها الحقيقي أنها تقدر تكيشف على ديكستيدة وتعرض لحالة ديالها على الطبيب المدارب جيدة الكبير حاصل حول بجانية شهادة طبية لإثبات العنف الجسدي الممارس على الضحايا والعرق التعجيزية اللي كيواجهها شعلتنا نتوجه لولاية الأمن بالضر البيضاء ومع سيهم زعبو الضابط شرطة غادي نعرفوها التوضيحات إلا أن الضحية الرابعة كان هذا هو الطلب ديالها كما كان عرفو أن الخلايا تكفل بالنساء ضحي العنف تم إحداث ديالها بموجب المادة 10 من القانون 133 سنة 2018 اللي كان هذا القانون اللي جاء بإحداث خلايا تكفل بالنساء ضحي العنف على مستوى جميع المؤسسات الحكومية من أجل تقريب الخدمات ديالها المواطنين ديالها وخصوصا النساء المعنفات قامت بخلق 132 خلية للتكفل بالنساء ضحي العنف على مستوى الفرق الشرطة القضائية وكذلك المصالح الولائية للشرطة القضائية على مستوى الولايات وكذلك من أجل تقريب أكثر للخدمات ديالها قامت بإنشاء أكثر من 400 مكتب للاستقبال يعني مكتب استقبال النساء ضحي العنف على مستوى دوائر الشرطة كما تعرفوا أن دوائر الشرطة هي النقطة الأقرب للمواطن لذلك في أي دائرة دوائر الشرطة كان مكتب مختص باستقبال النساء ضحية العنف كذلك بالنسبة لمصالح الديومة كان المختص باستقبال ديال المرأة ضحية العنف بشكل دائم لهو اللي كيتكلف باستقبال ديال هاد المرأة ولكنت حالة اللي كتتدعي التدخل ديال المكلف أو رئيس خليه تكفل بنساء ضحية العنف على مستوى فرقة الشرطة قضائية كنت دخله في الحين حتى تلقى تحيق القانون اللي غادي يحميك ما كايدش ما كايدش عندك لاكات من شي صغيرة عندك 14 عام ما عندكش لاكات لابش يتدكرار كيقول لك لاكات كيقول لي ما عندش كيقول نش هندير لك ما تشعرش بوجود مرفانية تستمع اه تقول المرأة بش المرأة غا تفهمك المرأة غا تحس بيك من اللي غا تقولي لا تضربت هنا وتعنفت هنا ودرت هنا غا تحس بيك تقدرش مشي عند راجل السلطة يكون المريض وحال هادك المريض ويستمتاع بها اللي هو باطار بالنسبة لهم ما يكراشي هو ينضي يدير تريبل هادك اللي كان دير هادك مرأة مني كتجي للمصلح الأمنية هادك شي على شرطاءات المديرية العمل الأمن الوطني وجود عنصر نسوي داخل الخلية إلا ما كانش رئيس يكون روتابي اللي معها لأنه غالبا المرأة كترتاح للمرأة وكتقدر أنها تبوح بجميع الأنواع العنف أو للطرق اللي سعرضت بها العنف العنصر نسوي وهذا اللي كلقاه في جميع المصالح الأمنية كما قلت إلا ما كانش رئيس ديال الخلية عنصر نسوي ضرورة وجوب روتابي معه عنصر نسوي العنف عنده أطار سلبي يعلم له ورسالة الضحيتين لكل رجال معنفة العيالة كانت هي هادي العيالات المعنفات رسالتهم واضحة وصريحة وموجهة لكل رجل عنف مرته وشاهدتهم هي اللي كنا غادين نهوا بها الحلقة ونطلعوا الجينيريك النهائي حيث وقفنا التطوير بسبب الحجر الصحي اللي كتعيشوا البلاد شيء اللي حرمنا نوقفه عند نقاط مهمة نكشفوا عليها بالكاميرا الخافية ونشوفوا شنو هي العراقي اللي كيتعرضوا لها بالصحظة هايا العنف اللي كتواجههم أثناء إثبات العنف ممارس عليهم إلا أنه حصل اللي ما كانش في الحسبان بعد ما توصلنا بحالة نساء مع النفات رغم الحجر الصحي والأزمة الوبائية اللي كنمروا منها جميع السلام عليكم أحليكم هذن الرجلي كيتعدي عليهم لما كيعلمي فيني وطربني فورجي هنا رسلية فموي رسلية مشوور ديالي وطيما انتتبعني وكيهبتتني بالموس واحد الخطرات ابني بالموس في كرشب وستامحت لي وعود عمتني لفس المشكلة عودتاني وعود جاني كيهبت فيها تاني هنا رسلية وجهير كياش هذي بتعطيني رسل رجلي ولكن الشبين كيش تتجربني موسو ويدرمني صحيح النقاطي يتبعني دايما دايما انتشوفه بياتبعني وتقول لي فتجرب ان انتشوفه لانا رب ليعلم بي عادية وكينا انتشوفه المراكة كان ارسل كالله عن النية عن الجسموليات وكان حلع بلما هو ما حدى لم تتشي حاجه وما سنقول لك اشي بحاجة من قبل الوضوح هذا النهار نبس الجلابة لعيالات ودار الزيف وتابع لي وهزي الموس عامة شوطان باقي يدير لي وش كان باقي دابني هو دي مات يهدني يقول لي غادي نجيبك مالله وغادي نبس الجلابة لعيالات وغادي نخشيفك هموس وغادي نديلك صافي ودك النهار مني نبسها كترة يشدوه البولوس ولكن غادي يتلقوه وغادي نشيت باش نديك العربية باش نديك العربية وقال لي هم وقال لي هم عندك ما تصوري منه عندك ما تصوري من هذك شي ما كان لديك شي حاجة اخلا صافي يخلصوه ومن هذا الثاني مقدتها خارجة ساني من نهاركم من خدمة شانديرا ميناج مرة تدراج مرة في الفرماسيان خارجة ويجد واحد المرة ترفقوا عليها وعيدت لي هذك المرة وقال لي ارجعها لانا عند رأسي ذك المرة انها كان حياتها كان عاربة ورجعت ما قدتش حدت هي المرة غايزة محدة انا كان شوفيها قل شوفيها دلسة عودتاني قال لي سير رايزة مينوشة ويجي عودتاني ماشيب بزاف هاد الشيات شرع مقافز مينوشة غفر مداني اشي يستمونا الدربة الميت غادة هو يجي تاني ويضرب نيزاني وقال هو وضرب كل يخلقني وانا هو بغيس معني وقال اخلف لي وقال احضي المنتجة جرائية من الدار المنتجة جرائية من الدار وانا ما عندي فين يمشي وانا ما عندي فين يمشي وانا اخرجي وانا من اقل بعيدنا فانا ما هي بغيته وانا ما كنت им تبقى والدي مكان سيدي وانا عائلش وانا ما هي ما هي بقى وانا اخبروا لي اخبروا لي أنه كانت عجوز تانب فأنا يقتنب وانا اتوجدوا وانا هاذت اخبروا لي وأنكت اسمي ويعود القصة لا تزعى وعندما تحصل الى حول الصباح تتوقفي لا يقدر على الأسطور الوريس فاعد أن يتقوم باللاج في المحن وأيضا بالأسفل ويقال إلي أنه أعود ويقوم الآخر ويقام في رجاله ويقوم بطولة لا يمكن أن يتوقف لا تقول أنني لا تبعي لا تبعي سنقاها، نشاب نشارع، نشاب نشارع، نشاب نشارع، ونشاب نشارع وأنا نعكس، إنسان طيبة، وما كان تعدى لأحد وما كان يجب تعدى لأحد وما كان هنا مع أحد وما كان تدخل مع أحد وهو اللي فراسه، فراسه بسلام، وما هل رجل ما هل رجل رجل إذا كن بخارجوا، ما هي شي تغير، ما يدخلكم صار مفالح، المساعدة الاجتماعية بجمعية تحد المساوة والمواطنة ستكون هي همزة الوصل بيننا خلال فترة الحجر الصحي بعد ما غادي تشرح لنا كيفاش كتتوصل الجمعية بالحالات فضل أزمة كورونا والكل محبوس بسبب الحجر في أيام الأولى من الحجر الصحي توصلنا بـ 300 حالات عنف من طرف أزواجهم وبعد الأحيان من طرف أقارب الزوج كي تصلوا بنا هذ النساء عبر الواتساب والميسانجر والهاتف كانت تلقاوا تصالاتهم في الأرقام اللي وضعينهم رهن لإشارة هذ النساء تقريباً المعنفات اللي كي تصلوا بنا الحالات دي لهم كتكون متقاربة يعني كلهم عندهم عنف بدرب شتم الحبس في المنزل من أصعب العراقي اللي كتواجه المعنفات خلال الحجر الصحي حيث أغلب المرافق خدمتها موقفة كانت هذه الحالة من ضمنهم واللي غادي تحكي لنعلم معانتها لمساعدة اجتماعية في ذلك النهار بيضاء الحجر الصحي هو مكان فاسمين تريد يدخل من عداري ويخرجون من البيان وهم عندما تنجي ما عندك المشي يمتدي أولادي ما عندش الورقة باش نخرج حابس عينا ما خيرنا نتفرجو ما يعطي الداري تليفون باش يخفضو تريد ربليتي تكتص علي الزائد ما يعطي شغل ندير بهذا السمين تريد ربليه احد الراس تنسي شي حاجة وضربية وتضربني وتعنا ندخل لوليتي فكا غدا ندير ما عارش شغل ندير حياتي ولات مها عادة أنا نستمت لبقوة نترجاك واش نستحيل شغل ندير معا شي حاجة ندير معا باش يبعد من ناحت بزاف ونعيش نترجاحي من بين النساء اللي تصلوا بنا واحد سيدة تعرضت للعنف من طرف ابن الزوج ديالها ماشي من الزوج كي يضربها كي يشتمها واحد سيدة اللي طلبت منها انها ترسلي فيديو تحكيلي على المعاناتها والعنف اللي تعرضت لي للاسف ما تمكناش لانها كتجهل بوسائل التكنولوجيا تمكنات انها ترسلي رسائل صوتية عبر الواتساب باش نعرف المشكلة لها وممكن انني نساعدها هاد الحالة احنا بدورنا توصلنا معاها باش ندرجو معاناتها في الحلقة وبعد ما طلبت منها تصور لنا فيديو تشارح لنا في علام معاناتها ما عرفاش بسبب جالها لولوجها الانتغنت الشيء اللي جعلنا نكسافي وبهد الاوديو هاد توضيحية منها يلاك انا غدي جيك الفيديو صعيب سافتلي المشكل ديالك غير في اوديو ما يكونش حداك صداع هاد الحاج الصحي وهز الكورسي واحد الكورسي كان عدنا نهي ديال بيكة اقديم يعوموا عنيه وكل شيء ما نجدته موع عزه وقيت عابي الصبعي وصافي ادربني لها فلا حي ما معايش من عايا هو صافي تناظلية وقيت انا قيت عابي الصبعي بل متل فتلي حدي احكي قلتليها اشنو هاد شيء حي تدروني هلا اخفت سارع الجابي ديالك الكورسي لقيت بالصبعي تارسون داتر شروط لدي السرع الكبير اللي لقيت بيه كل ما لقيتش بيه بيدي كان بغي بشي الوجيه كل الوكراني لغش في كل هاردة ايوات يعدك قدرت اسميكتو سارع اخوة اخوة علي مقراش طيب لها ان عمر بيه الفطور ما عرفش كيفاش طيط حوني هجا واقفة اه اجا فوق قلني انا معرفش كيفاش تحت ما عقلش داباتة باه اعادة كل شيء بيضارش في جزالة ارني دارك رجلي وليت نوره شبيع كتشير اه اولا فيه تيبة كنو فعله مش هلو طاوليك مالقوش او لا بحظي زواري درفافلي دب جارني من الكوزينا جارني للمرحكا غاي قد حني من دروش ما عد كيفاش تشديد في الخيطة انت بقولشني هجيت لك تليه رجلي رجليلي يمنع لي جارني منه نوت هارسالي دي المرايه دي الشياج اللي معلقه في اسطح هارسالي دي عنا دهري نفعتني واحد العبرة دير الشياج اللي دير منا حسبوها خازنين كل شي في التراثيان في البرطنة حمص العدس بدقيق كل شي مخزون يجيبون الحواتي يجيبون الحموانان شم في الريحة واباكت محشوما عرقوما وباقى في عندهم فقط مغطر لقى شو ما يصيّر شلية كانت شي قفة ولا شي حاجة أقطي لقى ونلقات في شي بلاساول الحجر الصحي وحالة الطوارئ اللي كتمر من هالبلاد ما كانت شماني على بعض الأزواج من تعنيف عيالتهم هاد الشي اللي غد يخلنا نسوله لوبنا الصغيري واش أرقام العنف الرتافعات فضل أزمة كورونا واشنو هي النصيحة المقدمة لكل مرة معنفة من خلال صارة لمساعدة اجتماعية على مستوى الإحصائيات على مدينة سداوبيضة تقريباً 250 شكاية من يبدأ من الحجر الصحي لانان هو رقم هزين إذا قررناه بالكمل دي الشكاية ممكن تلطيف الحياة العالمية ولكن هذا مشي معناه أنه مكينش العنف لا أو لا العنف مرتافعش العنف كاين ومرتافع غير نعرف مع الحجر الصحي أولاً أن نساء تلحاني من ضربين الحجر لا يخرجونه وحتى الضغط النفسي وحتى الضغط النفسي وحتى الضغط أن تخرج لتوضع شكايتها منوعة لأنها مع هذا الشخص بعد المشكابي يحتاج إزغامة الخلال تخرج ونعرف أن أكثر تنساء معنومة وعي بالوسائل الإلكترونية لتوجيش شكايتهم وبالتالي حتى تلقي الشكايت كان عن طريق الفاكس كان عن طريق المايل نحن نعرفه لأن أكثر النساء لم تتعرفوش استعملوا الوسائل وربما لو وليت يبرر فبرقت من هذه الشكايت للموضوع هذا الحجر الصحي اللي إحنا كنعيشوه تبيلنا بأن بزافة النساء التي تعرضوا العنف في هذه الفترة كان قدم ليهم نصيحة أنهم لم يسكسوش على هذا العنف اللي كيتعرضوا لي وبنسبة الإجراءات اللي ممكن يقوموا بها بأن وخاء أن كين الحجر وكين المحة كين سادة ولكن هناك كين واحد الموقع الإلكتروني ممكن أنهم يدخلوا ويعمروا هذه الشكاية ويرسلوها لنيابة العامة ومن بعد أني ستوصل لنيابة العامة بهذه الشكاية ممكن أنها تتواصل معهم عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني الاحتكاة اليوم المستمر بالأزواج والضغط القلوس في الدار بسبب الحجر الصحي على كل الأطراف واحتراز من تفشي كوفيد-19 تخدات نيابة العامة خطوات مهمة لمحاربة العنف ضد النساء ومع عبد سلام بهوش قاضي ملحق برئاسة نيابة العامة سنعرف كل خطوات المتخذة ويبقى العنف الجسادي الذي يتعرض له النساء من طرفي الأزواج من أكثر حالات العنف في فترة الحجر الصحي فقد بادر السيد الوكيل العامل الملك بسبب رئيسا للنيابة العامة إلى إصدار دورية رقم 20 سنة بتاريخ 30 أبريل 2020 وجهت إلى المسؤولين القضائيين وقضاة النيابة العامة من أجل تطوير منصات رقمية لسهيل تقديم النساء لشكايتهم وفي هذا الإطار فقد بادرت رئاسة أو مصالح رئاسة النيابة العامة إلى إحداث منصات رقمية لمختلف محاكم المملكة حتى يتسنى للنساء ضحايا العنف من التبليغ عن الاعتداءات التي تعرضنا لها عن طريق الولوج إلى المنصة الرقمية المانية وملئ المطبوع بمتابة الشكاية بضقة دون الحاجة إلى التنقل إلى المحكمة وذلك أولا من أجل حفاظ على السلامة الصحية للمواطنين المواطنات وكذلك مراعاة لتدابير الحال الصحي ومجرد التوصل بهذه الشكاية الرقمية فستعمل النيابة العامة المعنية والمختصة بدراستها ومعالجتها والتجاوب معها بشكل إيجابي وإشعار المشتكية بالمآل والجدير بالذكر هنا إلى أن المعلومات المضمنة في هذه المنصة الرقمية تكتسي طابع السرية وتبقى مشمولة بالحماية القانونية التي يوفرها القانون رقم 0908 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتاريخ 18 فبراير 2019 العنف كين وخاء أزمة كورونا والحجر الصحي اللي كنعيشوه كاملين والصعوبة اللي كيلقوا هالعيالات فترد ضد على المنصات الرقمية باش يحطوش كايتهم ضد أزواجهم اللي كيعنفوهم وجهل بعض منهم باستعمال أنترنت فرض علي كاميرا أولاً ثم كصحفية تانياً نحط أرقام الاتصال بين يد كل مرة تعرضت العنف وما عرفاتش كيفاش تحمي نفسها والأرقام هي كالتالي 06-56 72-57-0-جوج 06-65 42-47-31 06-74-16 06-76 كيف منتا ما تبغيش لي مارس عليك العنف حتى هيك ترفض كل أنواع العنف 3-2 08-250 تروا بارد ترجماتي ترجماتي ترجماتي